أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن أنه بدأ سلسلة من المشاورات والاجتماعات الثنائية مع قيادات في الأحزاب اليمنية ستشمل أكثر من مئة يمني ويمنية من مختلف شرائح المجتمع يظهر أن هناك محاولات أممية لزحزحة حالة الجمود السياسي بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات خاصة بإطار ما يسمى إطلاق عملية سلمية شاملة في اليمن يقوم بها المبعوث في العاصمة الأردنية عمان مع الأطراف السياسية من المؤتمر الشعبي العام وتجمع الإصلاح والناصر والاشتراكي وفيما أعلن المبعوث الأممي عن متابعته لسير محاولة جمع الحوثيين والحكومة على طاولة واحدة يقول السياسيون بأن طموحات المبعوث الجديد قد تقلصت من مشاورات ثنائية بين الحكومة وميليشيات الحوثي كان مزمع عقدها في الأيام الماضية إلى جمع لفيف سياسي ما تزال كشوفات أسمائه غير معلومة هذا وتقول مصادر بأن الحكومة اليمنية إلى الآن لم تعد كشوفات بشأن مشاركاتها في المفاوضات المقبلة ولا يوجد من قبل الحوثيين أيضا نية لعقد مشاورات خصوصا بعد قرار مجلس الأمن الذي قضى بتصنيفهم جماعة إرهابية وهي أحد المحاولات الحوثية للضغط على المجتمع الدولي لسحب هذا التصنيف هذا ويقول مراقبون أن المبعوث الأممي غير ذا جدوى من وجوده في الملف اليمني خصوصا مع الفشل الذي ورثه من سلفه غريفاث والذي يقول سياسيون بأنه من أسس صراع اليوم بسبب سياساته الفاشلة التي يحاول المبعوث الحالي استكمالها من لقاءاته بالمرأة إلى عمل مشاورات أحادية مع أحزاب قد اعتمرت الخارج ولم يعد لها أي ارتباط بالداخل من قريب أو بعيد عسكريون يرون بأن المتواجدين على الميدان هم الأحق بالتشاور معهم وإيجاد طرق مناسبة لتجنب الصراع وإيقاف لهيب الحرب خصوصا وقد توزعت اليمن بفعل الحرب إلى كنتونات وظهور قوى فاعلة في الميدان فالمحادثات مع الأحزاب لا تكون إلا بوجود مناخ ديمقراطي لا لهيب حرب كما يقول السياسيون بأن الجهود البريطانية يجب أن تستكمل لاستبدال قرار 22-16 والذي ما يزال عقبة أمام تحقيق السلام أو استيعاب مسجدات الأحداث وما أفرزت الحرب في اليمن وجرف حالة جمود شرعية المنفى التي وصلت إلى حالة عجز تام كما يقول السياسيون